بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الدلي السبورت بعد هذا الفاصل حديتي للشعب الاردني بنرجع ونكمل التفاصيل طبعا اول شي قد ما احكي عن مباراة توريا والاردن اول شي حابب اشكر كل شخص اردني دخل على قناتي بالفيديو نزلتم بارح هم تشوفوها على الشاشة طبعا اشتركوا بالقناة كتبوا تعليقات حطوا لايكات حكوا كلام كتير كتير ايجابي وهذا الشي ما له غريب على الشعب الاردني دائما 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 سوريا والاردن دائما يعني فيه محبة فيه تآلف فيه يعني شو نكون دم واحد يا ما شجعنا بعض ببطولات يا ما وقفنا وبعض في بطولات دائما بنشوف الاردنيين بسوريا دائما نشوف السوريين بالاردن هاد الشي اللي كتير كتير مبسط منه انا مبارح نمت فئة لقيت القناة ما شاء الله النشامة مو مخلين شي كومنت مو مخلين لايك مو حاطينه بغض النظر عن مباراة سوريا والاردن مباراة فاصلة مباراة حاسمة مباراة تقسم القسمة لا تقبل القسمة على اثنين مباراة يعني بين الاخوة بين الاشقاء بغض النظر هاد الشي عن جد ترفع لكم القبعة النشامة قول وفعل النشامة اسم على مسمى يعني عن جد كنت اعشق الاردن خليتوني بموت بالاردن لكم مني ان شاء الله وعد ان شاء الله هيكون معي بالايام القادمة مدربين اعلاميين اردنيين هيكون معي الكابتن عدي الصيفي هذا وعد ان شاء الله من احمد دلي هنحكي عن مباريات الاردن هنحكي عن الدوري الاردني هذا شغف شغف كتير كبير وشرف للي ايضا وبيزيدني فخر انه انا بحكي عن دوري مثل دوري الاردني دوري محترفين منتخب الاردن منتخب النشامة اللي عم يقدم مستويات رائعة بغض النظر هم تيشتوا المباراة الاخيرة اللي غزر فيها ستة بالعكس عم يحتك مع فرق كتير كبيرة عم بيلعبوا عندهم كورد قدم بكل ما تعني الكلمة كورد قدم بتمنى لهم التوفيق باستمتع وقت كنت شوف الفيصلي الوحدات يعني بشكل عام راح اتعمق اكتر بالدوري الاردني راح ارجع تابع كتير واعطي وقت كتير كبير للدوري الاردني لانه اللي عملتوا انتوا معي عن جد ما حدا بيعملوا الا الاخ لاخو شكرا من القلب للقلب الاردنيين الهاشميين عن جد ما في اي كلام يوصف ما في اي كلام معبر لانه اللي عملتوا انتوا عن جد هذا الشيء التلكونية ما حدا بيعملوا الا الاخ لاخو بتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب سوريا ومنتخب الاردن بتمنى التوفيق ان شاء الله للنشامة المنتخب الاول ايضا اه اه طبعا مباراتنا حنحكي عنها الاردن وسوريا اه موعد المباراة اي قامت المباراة نقل التلفزيوني ولكن بعد الهدية اللي جهزها لاخوتي وتاج راسي الشعب الاردني الحبيب والغالي على قلبي اه ويلا حي الاردن وان شاء الله تظل الاردن يا رب بخير وسوريا بخير اه اولا اه المباراتنا اه مع منتخب الاردن متما عدل يكون تقبل قسمة على اثنين مباراة حاسمة اه مباراة الاشقاء مباراة الاخوة رغم انه في تأهل وفي فريق راح يغادر في فريق راح يكمل مباراتنا يوم الثلاث القادم ان شاء الله اه راح تكون مباراة اه تساعة تسعة ونص بتوقيت الكويت بتوقيت سوريا اه راح تكون المباراة منقولة على قناة الاردنية الرياضية اه راح تشوفوا الملخص 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 اه على قناة اه الدلي اسبورت وقناة هي التانية هي قاسيون ميكس بتمنى ايضا يدعمونا قناتنا يلقي قاسيون ميكس راح تكون ان شاء الله آه شامل اه رياضة عربية واجنبية ما راح تتخصص بالسوري ولكن ننتظر بس راح تخص التصفيات وتبلش ان شاء الله بعد عشهين تسعة وخمسة و توسع إن شاء الله بهذه القناة الثانية القاسون ميكس راح نتوسع فيها الدوري السعودي الدوري الأردني الدوري المصري راح نتوسع فيها الدوري العراقي الدوريات الخليجية والعربية راح نتوسع فيها إن شاء الله والأوروبية راح يكون عندنا فقرات إن شاء الله ومد ما وعدكم إن شاء الله في عندنا إن شاء الله ضيف أردني راح يكون بالمباراة لاعب كتير كبير راح يكون معي بعد مباراة سوريا والأردن ونحكي عن المباراة فنيا ونحكي عن المباراة بشكل كامل بتمنى التوفيق لمنتخب السوري وبتمنى التوفيق لمنتخب الأردن ولكن طبعا ما نحكي بالعاطفة بتمنى أكيد يفوز منتخب بلدي سوريا اللي ما في خير لبلده وما في خير للناس فبتمنى التوفيق لمنتخب سوريا وإن شاء الله يا رب نقدر نربح المباراة طبعا ما لمستحيلة ولكن صعبة كتير لأنه نحن بحاجة ثلاث أهداف لحتى نربح على المنتخب الأردني لأن نتأهل بثلاث أهداف كونه مثل عم يحكوا أنه رح تنشط أهداف أو نتائج بروناي وأيضا رح رح تنحسب بس النقاط ونحن نخلص القصة هي بدون وجع راس بدنا ثلاث أهداف وخالصة المباراة ومتخب سوريا إن شاء الله بيتأهل بالنهاية حبايب قلبي السوريين والأردني وكل من يتابع بتمنى دعم القناة بتمنى دعم قناتنا التانية قاسيون ميكس بتمنى السبسكرايب بتمنى التعليق توقعاتكم بالمباراة مباراة صعبة كتير منتخب الأردني قاتل بشراسة لحتى جاب القول لحتى وصل للي بدوا يابيه مباراةه مع عمان منتخب سوريا خسر مباراة من عمان وربح 11-0 على بروناي أيضا الدامو مهمة كتير كتير صعبة قدام الجهاز الفني الكابتن تامر حسن وبتمنى إن شاء الله يا رب نحقق هالفرحة هاي للشعب السوري بتمنى إن شاء الله تكون مباراة حلوة وجميلة ونجدينها الجمهور الأردني والسوري في الملعب تكون مباراة يا رب جميلة جدا وستمتع فيها بالنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة